موسيقى المعرفة في نسخة التاسعة تركز على عمرين ذكال الصناعي واقتصاد ذكال الصناعي وأيضا مهارات المستقبل المهارات وذكال الصناعي كلهم يصبون في نهر واحد لأن ذكال الصناعي هو حديث وقديم قديم في تاريخه لأنه بدأ من الخمسيليات ولكنه حديث بشكل جديد وتوغله في كل شيء في كل مجالات الحياة من ناحية سياسة والاقتصاد والصحة وفي كل شيء وانتشار السريع عدى إلى نشوء اقتصاد جديد وأيضا خلق وظائف جديدة وقتل والتخلص من وظائف كثيرة يعني أنا حزين لهذا الأمر لكن لا مناص منه كثير من الشركات بدأت تتخلص من بعض الوظائف وتخلق وظائف جديدة للعصر الحديث الشركات الهندسة المهندسين المصممين بدأوا يفقدون من وظائفهم أمام الذكال الصناعي المعلمين بدأوا يفقدون وظائفهم كثير من الوظائف بدأت تختفي وتحل محلها أو يحل محلها الذكال الصناعي فعذا الاقتصاد من الذرة من الوصول إلى الفضاء إلى الأرض إلى الشركات إلى الهندسة والصحة وغير ذلك هو مساعد ومعين ومسرع للعلم ومسرع للوصول إلى الدقة لأن الآن الأطباء يستخدمون الذكال الصناعي لإكتشاف أمراض لم يكنوا قبل يعرفوا الوصول إليها أو اكتشاف أدوية كانوا في الماضي صعب عليهم الوصول إلى هذه الأدوية فالذكال الصناعي في كل مجالات الحياة أصبح له اقتصاد وهذا الاقتصاد ينمو بسرعة ويكبر الدول بين أمرين حتى الشركات الكبرى إما أن تسابق وتنافس في هذا المجال وإما تبقى تنظر وتكون في الأخير مستهلك إذا كانت مستهلكا فإن استباق فاتها وضعت عليها فرصة كبيرة تكون هي في مراتب الدول الكبرى في مجال الذكال الصناعي فالاقتصاد ينمو ويكبر ويصبح مليارات ثم تريليونات دولارات من خلال الذكال الصناعي أما إذا وقفت وتنتظر أن تكون من المستهلكين فإن الاقتصاد ذلك يذهب عنك وتبقى وحيدا ضعيفا لا مساعدة لك أنا رأيت الدول ورأيت دولارات 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 من الدول الرائدة بالعالم في مجال الذكال الصناعي وتنفق فيه بصخاء لأنها تعلم أنه أول مستقبل وأنه سيوفر أشياء كثيرة في مجال في مجالات الصحة في مجالات البنية التحتية في مجالات الفضاء في مجالات التعليم في كل مجالات الموجودة وهذا الاقتصاد هو الاقتصاد الذي نسميه الاقتصاد المستقبل لكنه بعد بدأ اليوم إذا لم تستعد له فإن القطار يفوتك كما فات الدول الكثيرة وستنتقل الدول من دول قوية إلى دول ضعيفة بسبب أن لم تنتهز هذه الفرصة قمة المعرفة تصليت الضو في كل شواراتها على المجالين مجال مارات المستقبل ومجال قد اقتصاد المستقبل كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي في تنمية اقتصادنا صادقات الإمارات وأيضا اقتصاد العالم ترجمة نانسي قنقر